اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دا بيفتخروا بدا وبيعتبروا شهيد دول ما صدقوا انا بقى مش بصدق ومش هستق الي لما يجيي للهارد المفقود فمحتر المباحث غير كده مش هنترف اي حاجة يباشر جريمة كلها متصورة قدام ساعتك عدا موجود الفيديو اكبر دليل على ان الفيديو دا مصور وانت علي هنا البيت اللي اسمعنا انسي اللي انت اقنعتني وخلتنا روحها مش جات هنا واستجربناها وكد بتعريكوا عليها البيت دي ازاي مساعدتك عارف مسيحية تقدر تقولي ازاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع ارهابي اسلامي متطرف كلهم ارهابيين يا حبيبي الارهاب ملوش لا وطن ولا دين ايه شامبيه انت مش من هنا ولا ايه لو التدليس والظلم واهدار حقوق الناس بقى هم اللي بيحكموا هنا يبقى انا يا باشا مايشرفنيش ان يكون هنا شام بتزني تكلمني بطريقة دي او ما اللي عاوزنا يكلمك ازاي وانا شايفك ظالم وبتزلم بريقه قدامك دليل برقته مش عاوز نعترف به باشا انا ممكن اسألك سؤال هو ساعتك بالليل بيجيلك نوم يعني بتنم ارتاح البال وبالنهار كمان يا حبيبي وباشا خف الفيديو ده لانا ولا انت اللي هنفصل فيه ده لازم تعرض على خبير هو اللي هيحكم ما بيننا فبعدين بقى خلينا في المهم البيت اللي اسمها هنانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا اعتقلها بتقومت ايه سعدك؟ متورطة معا متورطة في ايه بالزبط؟ في الفيديو عشاء هو سعدتك اعترفت بالفيديو اصل الفيديو ده لانا ولا انت ممكن نفسر فيه الفيديو ده لازم يجي خبير هو اللي يحكم ما بيننا ولما الخبير بقى سعدتك يبقى يزبط توروتها سعدها بقى اعتقلها عن اذنك باشا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسية قنقر الحمد لله يعني انا يا فندم احساسي من الاول خالص كان صح ايوه بس اذا كان الفيديو ده صحيح يعني ايه في حالة ان الفيديو يكون صحيح هو ايه لها خليه مش صحيح يا فندم اه اه قصد يعني مين من مصلحته ان يركب فيديو زي ده هو العقيد سيف يا فندم سبقني ونقل وجهة نظر وحضرتك سيف عنده حق الجماعة دول عندهم من تقنيات اللي تخلوهم يعملوا اكتر من كده ايوه بس لو فرضنا ان الفيديو ده صحيح ايوه بس الفاصل هنا هو الخبير خصوصا ان الفيديو جاي منفاصل مش عالهارد المسروق من مصرح الجريمة يا فندم يا فندم صدقني دي جريم الدفاع عن النفس مش اكتر انا معاك انها ممكن تكون كده بس الاعلام كبر الموضوع دوليا وفيه جهات كتير برا مصر بتتابع التحليل يعني ايه يعني حتى واحنا معانا الدليل مش عارفين نزلت برقته احنا الجاهة ضبط واحدار انيابا هي اللي بتحقق محن نرسح بالقرار وعلى هموم الفيديو ده خلاص انا حرسته وهحطه في الملف بتاعه سفر؟ يعني ايه؟ انا وطنت ودكتور جور شايفيني ان ده احسن حل يا ناسي انت يا بابا شايف ان ده احسن حل؟ ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانت عارف رأيه فيه كويس ايه يا بنتي بس انا عب عب ما حلتوش غيرك انت واخوكي واخوكي راح وما بقليش غيرك وحطي نفسك مكاني انا انسي انا مش بقولك سافري وسبيف وارطته لا احنا مش قلالات الاصل انا بقولك سافري وانا مساعدة جبله بدل المحامي عشرة ان موجودك هنا خطر عليك ولو دخلت في الموضوع ده وتحبسي انا انا حبقى في حالة صعبة جدا جدا ومش عاربة فانكر خالص انما وانت في اماني اعتقد ان انا حقدر افكر كويس وبدون ضغط وساعتها حقدر ازاعته باباكي عنده حق يا نسي وصدقيني اي حد عاقل لازم يشوف الكلام اللي هو شايفه ده وجود كده اكبر غلطة صدقيني يا نسي ده بش وقت عند الصح ان انا وقت الازمات نفكر بعقلنا مش بعواطفنا وقلبنا وقدم لما قتل كان بيفكر بعواطفه ولا بعقله انا لو سمعت كلامكو ده حتى لو كان صح بخسر نفسي حس ان انا بنيئة مقنانية ما بتفكرش غير في نفسها وبس الانسان اللي يتخلى عن حد ضحى بكل حاجة عشانه من غير اي مصلحة يبقى ليل الاصل ما اعتقدش يا بابا انك تحب ان بندك تبقى ليلة الاصل ولا ايه تخش متعمل ايه عندك ش lit انا انا ماتربط ايه يا عاطف تبتشك فيه انا ده انا شاوي وعشان انت شاوي لازم اشك فيك لانك طول عمرك خسيس وواطي فاكر التعبانة شاوي ايه انا كامل عبيط اللي انت بتقوله ده حنان ولا هتنكر انها كنساتها دي كمان عايز تهرب بعملتك السودة وتعقني فيها الواح دي لكن ده بعدك وحياة امي لابلغ البوليس يا شاوي وقدك في ستين دهية شاوي ولا شاوي لما عتلتكش يا شاوي انت اللي عتلت رفسك يا شاوي لما عتلتكش يا شاوي انت اللي قتلت نارسك اشاوي ما متلكش حاجة يا من الناس انت اللي كنت عايز تغطر بايا اشاوي انت اللي كنت عايز تيتقلني اشاوي هنه نعم اهلا بعروزت الهنه انت حتهزر معايا يلا غور من وشي بدل ما طلع همي فيك همك همك انت اللي سببت فيه لما خليت عقل صايع زي ادم يضحك عليك ويجري انا متجوزة ادم في الحنان وقديه بالخل كلها بقولها اهو انا وادم متجوزين على صند الله ورسوله ومعايا ورقة التجوزة اهيه اهيه للي ما ميشوفش يشوف بجد يا هنه امت حصل الكلام ده يا سيزة هنه اهو حصل وخلاص معقولة عملتي كده يا هنه اعمل ليه بس يا امومينا ما انت عارفة الظروف وانت يا واطي اوعى تهوب ناحيتي او ناحية بطة مرة تانية هتديك بالجزمة ولو انت فاكر ان مورناش رجالة تبقى غلطان قوي احنا نفسنا رجالة ومعاشرة من عقينتك يعجل شايفين البجاحة ماشى معاه في السر وغير كده متسطرة كمان على مجرم وارهابي الله العظيم حاجة غريبة يا جدعان اختيش عيبة عم ديسي واسيب الناس في حالها نزل ايه دك ياه بياشغل اهواجي كمان لتكلم معايا الله يسامحك يا عم ديسي عالعموم اللي بيثبتك ربنا هيكرمه هيرجع بقى بالي واكتاب اللي لايرجع وحتشوف ليه بس الفضايح يا ديسي يا ابني اما صحيح عجلة عارف يا ده يا احي اخوك ادم ده شهم وجدع وراجل واللي عامله ده يخليك رافع راسك في اي حتة وفي اي وقت ولو سمعت عليه كلمة وحشة تحط اصباعك جوعين اي حد طبعا عم طور ده اخوة يا ادم وانا عارف انه كويس بس وحاشنا اول متعرفش عنه اي حاجة ولا اي اخبار حاشنا كلنا بس بإذن الله يبقى في سطينة زي زمان قول لي ليه ما بشفاكش عند مينة في الصايبر اهو معاكش فلوس لا معايا الحمد لله خد عايزك تلعب عند مينة كم ساعة بالصايب لا عم طارو النبم علش مش عايز يا ده انا زي اخوك ادم يا مالا لا لا ده غير ان عم مينة كمان قال لو عايزك تلعب فايوة طبعا تعالها هلعبني ببلاش هو زي اخوة ادم طب اخوك ادم اللي بقعتلك الفلول دي نسمع الكلام اقول لك حاجة تسمحها اقول لي عامل ايه في التعليم ليسه زي ما هو اهو بنروح زي ما بنروحش فينو فينا من مدرس يخش يشرح حاجة فالاخر ما بيشرحش ويديو فاخر السنة يغشونا ولا بنتعلم ايه حاجة كل ده عشان يعدونا لقول عم طار هم لي بيعملوا معنا كده عشان عايزين اكتب احمر ايه؟ عايزين اكتب احمر تفضل واقف في مكانك ليل ونهار حبه زارة على استهتار وانت ما بينهم بس اختار زوق غش وقول معلش لازم تمشي مع الطيار طبعا كل اللي تعلمتوا دلوقتي كاينو ايه؟ كاينو بخار مش هالش انت على كده بفك اللي يعني بقيت فرق وهي يا دوب في الاخر بتعملها يا دوب عرضة هتفهم امتى ولا ازاي؟ هتعرف امتى يوم تختار؟ مفيش قدامة غير حلينة هتبقى احمر هتبقى احمر هتبقى احمر هتبقى احمر لا طبعا مش هتبقى احمر مجدع يا درجل زي اخوك يا دمان محاولا مونجور مونجور اهلا بيكي معنا في القتير اهلا بحضرتك انا اسمي فاوزيون جاي زملك في الشغر ومديرك المباشر هتشرفنا يا أستاذ في الحقيقة والدك دا كان أستاذنا وأول ما عرفت ان ان تبدوار على شغر رحبت وطوله أهلا وسائل بيها بالرغم من إحنا طالبين في الوظيفة دي حد ما عايش هادة خبرة بس مش ممكن يكون والدك من القدامة اللي عاملين معنا هنا ما تشغلوش بنت الحقيقة أنا ما عنديش خبرة كبيرة في مجال الفنادق بس أنا لماحة وشطرة وأوعدك إن أنا هتعلمه سرعة يعني مش هتخسر حاجة لو جربت وتحبي بقى عند أهلك يا مادام سيهام ولا أنيسة سيهام الحقيقة أنا كنت متجوزة وانفصلت آسف لا لا خالص مفيش حاجة عادي يعني وأنا عايزك تاخديها عادي فعلاً وعلى فكرة أنا مطلق وهحكيلك الموضوع اللي بالتفصيل بس في البريك أوكي نوبرتينة مرة تانية برسي الله برسي الله السفارة الأمريكية طالبين التحية مع عدم برا مصر برا مصر فيه ما عليك؟ بأي سجن من سجنهم؟ بأمريكا الجنوبية نعم ده لا يمكن يحصل أفن ده يبقى عيب ما عليك اللي ما عليك بتقوله ده يعني إحنا نشتغل ونخطط ونتعب ونقبض على الولد ونسلمهم كده على الجاهز تبقى ظلمة ما عليك وبعدين يا مواغزة عايزين يأخطو برا مصر ليه؟ خيفين يا زيدي لنطبطب عليه اكملوا بلدياتنا يا فندم لو سبنا يسافر هيتزلم وهنفقده إنما لو رفضنا طلبهم وطلبنا التحقيق جوه مصر هي بقى تحت عينينا وهنضمن له محاكمة عادلة على العموم القيادة السياسية لسه مرددش على الطلب وده إحنا مستنيين لحد ما نشوف يا ها يحصلهم يا باشا يا باشا والله العظيم قتلتو بالغلط يا باشا ده كان صعب يا سعدتي الباشا وهو اللي كان عايز يقتلني وأنا تبقى أدفع عن نفسي الله ماشي يا عاطو الكريمة دي كالدفاع عن نفس وتسمير مصالح يا رحمة كالدفاع عن النفس برضو مصالحي مصالح مين يا سعدت المَّاحب يا شايفي يلا الاجنبي اللى سرقتوه قتلتوه الاجنبي لا الاجنبي لا يا سعدتبع احنا سرقناها بس ماتلناهوش ماتلناهوش والله العظيم ماتلناها بيه والله العظيم ماتلناه ورحمة أبو يفطر بيته ماتلناه يا سعدة الباشا للاسف سيفه المدير ما اعترفهوش بالفيديو يعني ايه؟ بيشككوا فيك منه مش على هارض الاختفى من المصرح الجريمة بيشككوا فيه؟ ده فيديو هي صورة يتلعب فيها بالفوتوشاب طب وده بعناه ايه؟ طلبوا يحاولوا الخبير وقادينا مستنين رده وربنا يستطر ايوه يعني هو الخبير ده ممكن يرفضه؟ يا غنسي المشكلة مش في الخبير لانه لو فحصوه اكيد هيكتشف ان هو حقيقي ومش ملعوب فيه ما المشكلة فيه؟ آدم الامريكان عايزين يحققوا معه هناك نعم المشكلة بقى لو رد الخبير اتأخر ده مش ومصلحتنا لانه ممكن يوافق ان هو يروح هناك عشان يتحقق معاه ما انتو عارفين النظام بتاعنا يا نهر السود طب دلوقتي الحل ايه؟ مش عارف هنكون الحزز في نفسي ومقصر فيه؟ ان انا اللي قلتله يسلم نفسه؟ انا اللي قلتله ان ده الاسلم ليك؟ انا اللي وعدته ان انا هققوا في جنبه وهساعده لغاية لما سبت برقته؟ مصدقني 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 مصدقك هلاقيها منين ولا منين بس يا رب كويس انك عديتي عليها في الشغل قبل ما تروحي انا قلت عدي عليك بدل ما تروحي لوحدك اهل وانس بعض في الطريق كتا لخيرك يا سامي المهم تطمينيني انت عام لقيد الوقت؟ والله مربوطة في ساقية ما بين الشغل وتربية ابني هو طريقك لسا مدايقك؟ ما تجيب ليه سيرته والنبيه هنه اللي عايش على قفاية طول الوقت قاعد بس يلي فيلي في حشيش هو ده اللي فليح فيه يا اختي بارك انك خلصت منه بلى قرف الحمده لله السالة اللي حرق في قلبي ابني حس كده انه هيتربى من غير قب زي ما يكون ياتيم بس انتي طبعا لا يمكن ترجعيله عشان الهويت ابدا قطعه قطعت سيرته جات عايبت بقولك يا سامي انا عايز اطلب منك طلب بس اوعي تكسفيني اختي دول مني ايه دول يا هانا؟ اصلنا النهاردة قبطت اول مرتب لي وعايزك تاخدي دول حلاوة القبض يعني تشكري يا هانا انا الحمده الله بشتغل ومستورة خلي فلوسك ايه ما انا عارفة بس اطول عشان تشتري بيهم حاجة العبدالة والله انا ما مخليها عايز حاجة يا ستي اعتبرية هدية مني ليه هانا انتي دلوقتي بتشتغلي وبتصرفي على نفسك هتصرفي علينا كمان انا ايه وانتو ايه؟ احنا دلوقتي بقينا اهل ولا انتي عايزة تعملي فرق بيننا ابدا والله ربنا اللي يعلم ما عزتك عندنا عاملة ازاي؟ احنا بنحبك قوي يا هانا عشان كده لازم تقبليهم مني ده النبي قبل الهدية وحياة آدم يا سامي وحياة آدم باكد لازم تربية ا الحان باكد في عاملة فكرة فكرة جماعة في قصيدة النهاردة عايزة سمعها لكم القصيدة دي انا بكتبها كنت موجوعة قوي بتقولي الابعلة بقى اسمعيني يا مصر مرة عندي ليك كلمتان اسمعيني يا مصر مرة ريحي جرح السنين حل دمعت آه مرة حيشة يوم دحكت حزين حل دمعت آه مرة حيشة يوم دحكت حزين لو عيون الطفل لمع قلقى سدر الكون براح وانلمحت في عينه دمعة ترتعش فيها الجراح وقت ليلك ببقى نور وقت ضعفك ببقى نار يجي ليلي تبني صور حيشة بيه عن النهار هو يعني انا مش دناكي اعمل ايه علشان رضاكي ببني فيك سنين واعلي وانت هدماني تملي مستحيل ترضي بزولي ولا زولي ليك رحمة هو زولي ليك رحمة عر كتفي تلاقي واحمي لونها لونك مش بلونك بس بسرخ منلي فيي ألف آه ألف آه حيشة مدرية ألف آه طب طبي بيدك علي ورمي دمعك بين ايديك قلبي حمالي لأسايا وسلميلي على الحباي والغلابة الطيبين الغلابة الطيبين خلصوا مني الكلمة جميعا طبعا تواعفين ان الكلام ده مش لمصر ولا لشعبها ولا أرضها الكلام ده للنظام اللي بيمثلها وللأسف بيمثلنا النظام الفاسد النظام الظالم اللي محسسنا بالغربة واحنا جوه بلدنا وأكبر دليل على كده أدم عبد الحي الشاب المصري الشاهم الجدع اللي رفض يدي دهره للغلط ويقول أنا مالي ودفع عن شرف أخت لنا من غير ما يعرف هي مين ولا حتى يعرف إيد يانتها والمفروض ان أدم كان بيعمل الصح لكن الصح في وجهة نظر النظام إرهاب ولو كان أدم في نظرهم إرهابي ففي نظرنا احنا شاب مصري شاهم جدع وده مش غريب ولا جديد على رجالة البلد دي وبالمناسبة دي يا جماعة أحب أعرفكم بالعضو الجديد في الجمعية كريم كريم أبو المكارم ننسي ننسي يلا بينا مراهو حد الوقت أنا أنا جبتك فينا علشان تهديه وتقدري تمسكي عصابك شوية بس مش مفروض نقعد هنا أكتر من كده كفاية اللي أنا فيه أنا بقيت غصبا عني حاسس انك معرضة للخطر بست امرأة فكل العظة بتمر بينا مش هروح ابو مش هروح ومش هادة غير لم أعرف إجابات على حاجات كتير قوي جواي إجابات إجابات إيه اللي عايزة تعرف فيها ليه القوي بقى دايما بينت سرع الضعيف وليه أصلا الخير بقى دايما ضعيف هو إيه؟ هو الكلام ده مش موجود غير في الأفلام وبس؟ يعني الحقيقة ما فيهاش عادل الحياة الحقيقية اللي إحنا عايشين فيها دي ما فيهاش عادلة قل يا باب عشان لو كده يبقى أنا أكرم يا موت أحسن يا بنت أركوكي أبو سيدك ما تخليش غضبك يفقدك إيمانك بالربط طب أخرت اللي بيحصل لأدم ده كله إيه؟ صدقني يا باب أنا بقيت بجد باندا منه ساعدني بقول يا ريت وكانت خلى عني ما كانش زمانه بجد في اللي هو في ده كله لا 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 نانسي ما تقولش كده ده شيء طبيعي جدا بالنسبة لشاب شاب من أبيل زي آدم كان لازم يتصرف كده في الظروف دي شاب يعني إنسان صح؟ يعني إنسان من حقه يعيش ويدوق طعم الدنيا الحلو قبل ما يفريقها تاني ولا يبقى مشواره كله تعب في تعب كده مدقش يوم حلو في حياته ده حرام لا نسي يا بنتي أنا مقدر ظروفك ومشاعرك والحيرة اللي انت عايشة فيها بس أرجوك إحنا لازم نقوم للوقت حالا علشان أنا أحرف أفكري زي حنخرج من المصيبة اللي احنا فيها يلا يا بنتي يلا يا حبيبتي حاضر يا بني بقولك يا شلانس إيه يا حبيب؟ ما تيجي بقى نقف من هنا ونطلع على البيت أنا عندي مشوار كده يا روح روح أنت خليك في ليلتك ليلتي يا عمي أنا خلاص نفسي أفرت من كل الكلام ده ده ليه يا بني مش عايز سد أنها تغيرت أنا مسد أن أنت تغيرت بس للأسف ما فيش وقت نفكر في أي حاجة غير قدمة تكحق ما تسل يا جماعة يا روح ماستنين إيه؟ بقولك إيه؟ ما تيجي بقى وصل لك طب يا جماعة أنا عندي مشوار راحة قبل أستاذ مونير بالليل نتكلم بقى سلامة سلامة لا يا كريم ما فيش دعي أنا هروح لوحتي ليه يعني يا علي؟ أنت ليه لغاية دلوقتي بتعتبرين ده أنا غريب؟ ما بعتبركش غريب ولا حاجة يعني متهالي بعد اللي أنت عملته مع قدم أنا بجد بقت بعتبرك زي أخوي يا أخوك إيه؟ من ده أنا عايزك تنسي معضو أخوك إيه ده خلاص أنا بس كنت عايز أنا وإنتي ناعد نتكلم على بعض شوية ونفطفت شوية نفطفت في إيه؟ في أي حاجة يا ستي وإحنا مش صحاب ولا إيه؟ أيوة يا كريم بس الظروف اللي إحنا فيها دي مش مخليه حد في دماري يتكلم في حاجة هيا يا علي بس أنا بصراحة معجب بيكي وبحبك حصيت أني مخلوق محتاجة فطفط محدة قبل ما أرجع تاني الجهاز مالك يا شام شكلك مش عجبني وصوتك جابني على ماله وش تعبان قوي يا بابا تعبان قوي مش عارفة لقيها منين ولا منين من البيت ولا مش شغل أفهم كده أني عندك مشاكل في الشغل كمان؟ يا بابا أنا شغلي نفسه بقى هو المشكلة مشكلة؟ زي إيه؟ بشوف أفعال كتير قوي ودايما مش قانونية إزاي؟ فاهمني؟ سيف الحديدي رئيس المباشر في الشغل دايما بيستغل سلطته غلط وبيظلم الناس وبيهنهم وبيكهربهم وبيدوس عليهم بجزمته كل ده غلط ومش صح وحرام وأنا مش عارفة من عدا إزاي؟ يعني هو حيقبض عليهم من غير ما يتأكد إن فيه تهم سابتة بتؤكد تورطهم في الجرائم؟ أيوة يا بابا أيوة للأسف في ناس مننا كتير جداً ما عندهمش ضمير ومنهم سيف الحديدي بيستغلوا قانون الطوارق وبيقبضوا على أي حد من غلطه ما ولا دليل يا بابا قانون الطوارق ده قانون غلط غلط اتعمل علشان سيفه اللي زيه يعملوا اللي هم عاوزينه في الناس من غير ما حد يقدر يحسبه شوف يا حشام يا ابني قانون الطوارق زي ما ليه محسنه ليه عيوبه وأي حد ممكن يستغله صح أو غلط وأكيد الناس اللي بيعملوا معاهم كده متورطين في جرائم مش كلهم يا بابا مش كلهم ده منهم ناس غلابة قوي جريمتهم الوحيدة انهم ضعاف ما لهمش ظهر يصد عنهم الظلم ما انت عارف قدم عبد الحيا انا حكيتلك عنه ايه رأيك بقى ان انا جبت فيديو يبرقه متصور من مصرح الجريمة لا سيف ردي اعترف بيه ولا مديري في الجهاز ردي اعترف بيه وقال ايه حولو الخبير عارف ليه عشان الودة ضعيف غلبان لو كان ابن حد من الكبار كان خرج من اول يوم ودخله حد مكانه وكل ده عشان احنا بنستخدم قانون زي ما احنا عاوزينه لا اله الا الله يا بابا ده انا والزباط اصحابي نسينا قانون اصلا من كتر الوساخة اللي احنا فيها اقول لك على حاجة لو زابت شاف واحد في الشارع شكله ما عجبهوش ممكن ياخده ويعتقله ويبهدله ويعمل فيه اللي هو عاوزه وما حدش يقدر يتكلم تقدر تقولي بقى يا سادت المستشار عيش ازاي وسط الوساخة دي وحتى مش قادر اتكلم يا بابا انا حاسس انا حاسس ان انا بعم ضد الطيار مش عارف هعافر لحد امتى اكيد في لحظة هتيجي ونفسي هيتقطع وهغرق يا ابن استهدى بالله وامن ان دي رسالتك في الحياة ولازم تعملها مش عارف اعمل رسالتي صح فوزتي ناس كلها همها انها تخرب وتدمر كل حاجة وكأننا تخرجنا من كلية الشرطة عشان ندوس على البشر مش عشان نحميهم يا ابن الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول صحيح موجودين لكن ما تنساش ان فيه ناس طيبين اكتر يا بابا طيبين ما لوهمش حظ في الزمن ده احنا بقينا في زمن الشيطان هو اللي بيحكم واللي بيعين روحهم ليه هم اسياد البلد للأسف ما تسودهاش للدرجات دي وخلي عندك نعم التفاقل هيجي منين التفاقل بس يا بابا وكل حاجة ماشية غلط حواليا وانا مقدميش غير حلين يا اما بقى زيهم واتخلى عن الانسان اللي جوايا يا اما اسكت وموت قلبي وعقلي بأيديا وفي الحالتين هبقى باعة اروحي للشيطان يا اما بقى اشتري روحي واقلب عن نظام كله انت جننت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كلام دي وديك في ستين دهي وعدني يا اخي ما تنساش احنا على الارض مش في الجنة مش قادر انا تعبت تعبت اوي لدرجة نارة بفكر استخيل من شغري واسيب كل الصراعات والوسخات اللي في امن الدولة دي ده الحال اللي انت اخترته انك تهرب وتتراجعا ده بدل ما تواجه وتنصر خير على الشر اواجه ايه بس وانصر ايه انا خلاص تعبت من كتر ما باخد اوامر انا مش مقتنع بيها ولا موافع عليها الصبر يا هشام واوعد سيب مكانك لاي حد ولو اي حد كويس يقس وساب مكانه الدنيا هتبقى غرابة احنا عايزين نتغير للاحزن ربك كبيره موجود يا ابني ربك كبيره موجود اشتركوا في القناة موسيقى ايه مركز معاي فوق موسيقى ايه محافظ الصبح محافظ الصبح محافظ الصبح محافظ الصبح محافظ الصبح عرف يا ادم هم هنا بيغموا عينهم ليه عشان بيخافوا منكوا لما تخرجوا برا لكن انت بقى يا حبيبي لاي تخاف منك ولا انت خارج برا بس انا واخذاء الخطري منك ايه بس اخذ قاك بيوت كان متشحت فعليك ها مش تعمل نعيب بابا عايش يا باشا انت بتفكرني في مين في مين يا رحمك في واحد زي من ساكن عندنا في المنطقة اسمه محمد عجلة كان ما شاء الله يا باشا طول بعردة زي كده بس كان لمواقزة يعني شازز تفكرني بيه بالزابطة باشا اضرب 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 افكرة اقولك يا باشا فيش كهربا كهربا حشوكي والله انا اي ومورة ترايح شوية ايه اديك واجعتك او ايه؟ اجيبلك مسكن اضرب ايه انا عايز امك انا اطرف تبعت جبالي رجف ام صد علي مش عايز هترفلي ايه مين اللي كان معك هو انا انت مشكلة باش انا مش عايز تسمع انت عايز تسمع لعلى مزاجك هو بس بتعرف يا باشا بتشكلك كده يعني كان عندك عودة نفسية ومعوزة يعني حصلت كنت صغير فبتطلع على خلق الله صح موفقني في الكلام ده دلوقت تتعرف انا وحبك دلوقت تتعرف افتع المايا افتع المايا افتع المايا افتع المايا هاس افتع الم hak افتع المؤما افتع المؤمن اه 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 كنه اخوان اسمه حميده يا حبيبي حميده ايه حميده عاجباتش اه 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 ابعه تجيبلك مساكل اه 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 الوقت ده يتساعد مربوط كده وبقتوفه في الشرح حمك لو شفت الشرح تاني افتح موسيقى